كما أقامت مدرسة لاتين الفحيص الثانوية احتفالاً بمناسبة تخرج طلبة الثانوية العامة من الفراعين العلمي والأدبي وقد تضمن الاحتفال إقامة قداس إلهي في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين الفحيص ترأسه سيادة المطران جمالد عيبس النائب البطرياركي للاتين في الأردن بمشاركة الأب عماد طوال والأب عماد علامات والأب ماثيو والهيئتين الإدارية والتدريسية في المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي وجمع غفير من أولياء أمور الطلبة والمؤمنين وقد ألقيت في الاحتفال الكلمات الترحبية بسيادة المطران الذي قدم بدوره التهنئة للطلبة الخريجين وذويهم وفي ختام القداس وزع سيادته شهادات التخرج على الطلاب والطالبات وسط علامات الفرح والبهجة على الجميع